العمل في البيئة الإدارية يتطلب الكثير فأنت تحاول أن تعمل بأكبر قدر ممكن من الكفاءة وأن تقدم أفضل خدمة باستطاعتك تقديمها لكن هناك تحديات كبيرة تواجهها البيئة الإدارية العملاء لا يحبون الانتظار وقد ينزعجون إن لم يحصلوا على الخدمة التي يحتاجونها وبالطريقة التي يريدونها فوضوية سيور العمل وفقدان المعرفة لكيفية استخدام الموارد بالشكل الصحيح قد يتسبب في إرهاق المعظفين بالعمل الزائد أو في كونهم عاطلين لفترات معينة وفي الوقت نفسه يتوقع منك أن تفعل المزيد مع أقل عدد من الموارد في حين أن توقعات العملاء للحصول على أفضل خدمة تزداد يوما بعد يوم هنا يأتي دور نهجلين الإدارة اللينة تقوم على أربعة مبادئ رئيسية تم تطويرها سابقا في قطاع الإنتاج وتطبق اليوم بشكل فعال على المجال الإداري فهي تضمن تدفق المعلومات بكفاءة وفعالية المبدأ الأول هو مبدأ السحب بدلا من دفع الطلبات دون إشراف يتم فحص كل طلب للتأكد من عدم وجود أي خطأ أو نقص في المعلومات المقدمة فيه لذلك يتم سحب الطلب وتسجيله في النظام فقط عندما يكون كاملا وجاهزا للخدمة المبدأ الثاني هو مبدأ تدفق القطع الواحدة بدلا من معالجة مجموعة من الطلبات في دفعة واحدة يتم تركيز على معالجة كل من الطلبات على حدة بناء على ترتيب استلامها هذا يضمن معالجة الطلبات بأسرع وقت ممكن ويقلص من وقت انتظار العميل المبدأ الثالث هو مبدأ النبضة هذه هي وطيرة طلب العملاء لتلقي الخدمات والذي يحدد الإقاع المطلوب لمعالجة الطلبات استخدام مبدأ النبض يؤكد اتزان توزيع الموارد وبالتالي يضمن أن عدد الموظفين وكمية الموارد تتماشى مع الخدمات المطلوبة المبدأ الرابع هو مبدأ صفرية الأخطاء الأخطاء قد تحدث ولكنها تمنع العميل من الحصول على الخدمة التي يحتاجها لذا فإن اكتشاف والوقاية من الأخطاء يعتبر عاملاً أساسياً لعملية إدارية لينة فيتم تحديد الأخطاء المحتملة في أسرع وقت ممكن ويتم تصحيحها قبل المواصلة في معالجة الطلب تطبيق المبادئ الأربعة للإدارة اللينة يمكن أن يساعدك على زيادة رضا العملاء وعلى تحقيق أقصى قدر من الخدمة والحد من الضغط على الموظفين جنباً إلى جنب مع عملية تحسين مستمرة والمبادئ الأربعة للإدارة اللينة تساعد شركتك على البقاء في الصدارة لذلك إذا كنت على استعداد لبدء رحلتك في نهج الإدارة اللينة اتصل بنا اليوم دعنا نثبت لك أن النهج اللين يمكن أن يبرز الأفضل في عملك ترجمة نانسي قنقر